ملامح انفراجة جديدة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فالجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا شهدت توافق الوزراء على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية. إذ بدأت لجنة مصغرة مكونة من عدو فني وعدو قانوني من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة، أعلى أن تواصل عملها وعرضها المسودة على وزراء المياه في الدول الثلاث. السودان كشفت عن بعض تفاصيل المسودة الخاصة بها بشأن التفاقية الملء الأول وتشغيل السنوي لسد النهضة، وتطرقت مسودة السودان إلى عدة بنود من أهمها ضرورة الاحتكام لاتفاق إعلان المبادئ، خاصة مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول للمياه العابرة للحدود، إضافة إلى مبدأ الالتزام بعدم إحداث أي ضرر. كما سلطت المسودة والضوء على أهمية مبدأ التعاون بين الدول المتشاطئة كأحد أهم مبادئ القانون الدولي للمياه، وعدم تفسير أو تطبيق الاتفاقية على أنها تقسيم للمياه بين الدول الثلاث أو على أنها إقرار من قبل أي طرف باتفاقيات أخرى هو ليس طرفاً فيها. واقترحت الخرطوم في المسودة الخاصة بنداً للملء، بحيث يتم الملء على مراحل متفق عليها بين الدول الثلاث كل عام خلال فترة فيضان للأزرق. كما يتضمن بند الملء ترتيبات لتخفيف الوضع في حالة الجفاف أو الجفاف الممتد، ومن أهم ما حثت عليه الحكومة السودانية هو التزام الأطراف بتبادل المعلومات والوطائق الضرورية لسلامة المجتمعات والبنى التحتية لسد النهضة. وأتات المحادثات الحالية بناءً على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عقدت يوم الحادي والعشرين من يوليو من العام الجاري والاجتماع السوداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عقداء يوم السادس عشر من أغسطس الجاري بشأن السد. اشتركوا في القناة